انطلقت اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وكيان شباب مصر بكافة محافظات الجمهورية وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أشار إلى أهمية تطوع شهد اليوم توافد عدد كبير من المتقدمين بكافة نقاط التمركز للمقابلات والتي حققت الانتشار الجغرافي بالجمهورية من أجل الوصول إلى كافة الرغبين في انضمام التحالف والكيان باختلاف شخصياتهم وقدراتهم وتنوع الخبرات العملية والعلمية